تجددت المعارك العنيفة بعقبة ثرة بمحافظة أبيان بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشي الحوثي الانقلابية من جهة أخرى وذكرت مصادر عسكرية أن ميليشي الحوثي شنت قصفا مدفعيا بقذائف الدبابات ومدافع الهون على مواقع قوات الجيش الواقعة أسفل عقبة ثرة لكن قوات الجيش تصدت لحجمات الميليشي الانقلابية وردت بقصف مدفعي استهدف مواقع الميليشي الانقلابية في قمة العقبة الجبلية الفاصلة بين مديريتي لودر أبيان ومكيراس البيضاء وأسفرت المواجهات والقصف المتبادل عن سقوط قتلى وجرحة بصفوف الميليشي الانقلابية